الانقاذ والتنمية الدكتور منعن الهيتاوي بداية مرحبا بك يعني ما موقفكم مما يجري من حراك سياسي لاختيار شخصية رئيس الوزراء تفضل شكرا جزيلا تحيي لجنابك الكريم ولمشاهديكم الكرام طبعا بالنسبة ان احنا موقفنا موقف واضح وصريح مع حق التظاهر السلمي التدافع والحراك السياسي الحاصل حاليا الموقف السيد الرئيس الجمهورية كان موقفا شجاعا وموقفا بطولي بغض النظر عن البعض يتحجج ويتكي على المسائل الدستورية اعتقد ان الدم العراقي هو اهم من الاطر الدستورية وحتى دستوريا بالنسبة ان نرى ان وفق المادة خمسة من الدستور العراقي مع تحفظتنا على هذا الدستور تنص على ان السيادة للقانون والشعب ومصدر السلطات وشرعيتها ولذلك الان التظاهرات والحراك الشعبي واضح وصريح انه يرفض القوى السياسية ويرفض مسألة الاحزاب ويرفض تولي شخصية لرئاسة الحكومة المؤقتة اللي مهامها يفترض ان تكون محددة مرفوض من قبل الشارع يعني انتم الآن مع الحراك الشعبي نعم نعم مع الحراك الشعبي ومع موقف السيد رئيس الجمهورية في تصرف الأخير نعم يعني هناك من يقول ان الاطراف السنية تتحجج بان الاختيار من الكتل الشيعية وبذلك تحاول يعني ان تنأى بنفسها لكن بالمقابل هي ستصوت في مجلس النواب وبالتالي يفترض ان يكون لها رأي وموقف لان مطالب الاصلاح شعبية يعني مو سياسية تفضل نعم نعم استاذ مثل ما تفضلت جنابك الكريم اعتقد ان هذه المظاهرات هي رسمة وعادة المطلب الاساسي وهو الهوية الوطنية العراقية اعتقد ان هذه اذا بقينا نتكي على مسألة المكونات ان رئيس الوزراء يجب ان يكون الشيعين والقوى الشيعية لوحدها اعتقد ان هذا الامر هو خلط الاوراق وامر غير صحيح موقفنا اعلننا سابقا وعند خارطة الطريق يعني هل راح تعترضون اذا مثلا الكتل الشيعية اختارت رئيس وزراء مثلا مو بصالح الشعب او الشعب مرايد على سبيل الافتراض صاحات التضاور يعني انتم ككتل سنية داخل مجلس النواب راح تكونون معارضين مثلا ما تشاركون ام لكم رأي اخر نعم لا لا نحن موقفنا واضح وصريح اي شخصية حزبية او شخصية تسلمت موقعا تنفيذيا في الحكومات السابقة ولا تحظى بقبول الجماهير العراقية والشعب العراقي والمتظاهرين اللي يمثلون عينة من المجتمع العراقي سنقف بالضد من هذا الامر طيب اذا قلت لك اطراف سياسية داخل المكون السني ذهبت بعيدا في دعم المرشحين الحزبين يعني الا تخشون في خسارة كبيرة في الانتخابات المقبلة خاصة انها وقفت بالضد من مطالب الشعب والمرجعية وحتى مطالب محافظاتها المنكوبة سيد العزيز انا اتحدث عن جبهة الانقاذ والتنمية ولست مخولا بالحديث عن المكون برمته في كل هذا ومع الاسف يعني هي لجأنا يعني مرة ثانية لغة المكونات هناك قوى ربما تحاول انه تحصل على مكاسب سياسية آنية بعيدا عن مصلحة الجمهور وبعيدا عن مطالب الجمهور واحنا بالنسبة انه ليس من حقنا ولا من هذا ان نبدي الرأي والنصح لهم احنا بالنسبة انه موقفنا واضح وصريح مع شخصية مستقلة وتكون حكومة مؤقتة تحدد بمدة زمنية يعني ما تفسيركم لاصرار مثلا الحلبوسي على التوقيع مع البناء رغم ان الكثير من نواب البناء وقعوا على وثيقة تدعو رئيس الجمهورية لاختيار شخصية مستقلة والله اخي العزيز يعني بصراح هذا السؤال يوجه لسيد الحلبوسي او لمخول عنه لكن وجهة نظري وهذه وجهة نظر شخصية الان حتى الشركان في يعني الاخوان في تحالف القوى هم انقسمين يعني سيد الحلبوسي وقع مع دعم مرشح كتلة البناء في حينه لكن فيما بعد اعضاء من الهيئة السياسية وممثلة ورئيس التحالف ورئيس الكتلة النيابية ارسلوا رسالة في وقتها اعترضوا عن هذا الامر ولذلك يعني ايضا موقفهم هو ايضا يعني ملتبس يعني هناك اعتراضات على هكذا مواقف مثلا من قبل كتلة سنية نعم 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 طيب لكن هي اخي العزيز يعني هي يعني ذا سمحت لها بس مسألة الكتلة الاكبر يعني احنا موقفنا في موضوع الكتلة الاكبر يعني الكل واصبح الحديث وحتى يوجه دعائيا واعلاميا انه هي الكتلة الاكبر والمادة 76 اولا اخي العزيز المادة 76 اولا لماذا نهمل المادة 76 ثالثا ولماذا نهمل المادة 76 خامسا وهذه تنص على ان من حق رئيس الجمهورية تقديم مرشح اخر السيد عادل عبد المهدي كان مرشحا التوافقيا في المرحلة الاولى يعني صارت الفقرات انتقائية لبعض الكتلة السياسية نعم هناك انتقائية هناك انتقائية وحتى الان سيد رئيس الجمهورية الرسالة مالته وفق المادة 75 له حق تقديم طلب استقالة تحريريا لكن الرجل لن يبدي يعني هو ابدأ استعداد للاستقالة والاستعداد للاستقالة شيء والاستقالة شيء آخر المسألة الثانية انه مسألة محاسبة رئيس الجمهورية على هذا الامر نعم المادة 61 من دستور العراقي يعني يقدرون يحاسبه لأغلبية المطلقة لكن متى المحاسبة وفق المادة 61 ثانيا محاسبة وعفاء بعد ان يكون هناك قرار من المحكمة وفقا للمادة 93 من الدستور العراقي اختصاصات المحكمة الاتحادية تحدثت في المادة 93 اذا ما خانتنا ذاكرة السادسا النظر في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية الى كانت في ثلاث حنث باليمين او انتهاك دستور او الخيانة العظمى هو ما منتهيك دستور الى حد الان طيب انباء ان حولت صالح اليوم الى بغداد هل تتوقع المزيد من الاصرار على موقفه خاصة بعد الدعم اللي تلقاه من رئيس الاقليم والذي طالب بابعاد الضغط عن صالح يعني راح يبقى مصر ام الضغطات هاي راح تصيطر علي بعدك اعتقد انه هذا السبب الرجوع اعتقد انه راح سيكون يعني ايضا مصرا على موقفه بعده ليس الاقليم فقط نحن داعمون لهذا الموقف الكثير من القوى السياسية في سائرون في الحكمة في النصر في غيرها ابدت تأييدا وتشجيع لموقف السيد رئيس الجمهورية في عدم تكليفه نعم ولذلك يعني الان اذا حسبناها ايضا حتى لاقالته او لمحاسبته يحتاجون الى 165 صوت داخل مجلس النواب الان الكتة السائرون والحكمة واتحاد القوى وجبهة الانقاذ والتحارف الكردستاني ولذلك يعني حتى هذا الاصرار على مسألة الكتلة الاكبر وابا اعتقد انه سيقود البلد الى منزلق خطير يفترض ان نتفق على المنهج تتفق القوى السياسية على المنهج وتوصيف مهام الحكومة المؤقتة بمفوضية قانون انتخابات محاسبة وكشف فتح ملفات الفساد والتهيئ الانتخابات مبكرة وهذا الامر ولذلك يعني نحن ككتلة وكشارع وحتى كمختصين نستغرب من هذا الاصرار العجيب على هذا المنصب المؤقت يعني ما الفاير منا يعني شن الجدوى منا هو مؤقت وست شر اذا كان مثلا سنوات لربما تحدث كوارث يعني عضو جبهة الانقاذ والتنمية الدكتور منعم شكرا كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك الينا شكرا جزيلا لانضمامك